موسيقى اهلا بكم قدم رئيس الحكومة الجديد محمد الشياع السوداني جملة من الوعود الكبيرة بعد تمرير البرلمان لحكومته مثل انهاء ظاهرة السلاح المنفلد وكشف مصير المفقودين والمغيبين والعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الحكومين لكن المراقبين يشككون أو شككوا في قدرة السوداني على تنفيذ وعوده لأن وزارات حكومته قائمة على منظومة فساد وتتحكم بها أصلا حيتان المال والأحزاب والميليشياء كما أن الطبق السياسي بكل عنوينها ومسمياتها التي جاءت بالسوداني إلى رئاسة الحكومة هي المتهمة والمسؤولة عن مراكمة هذا الفساد بعد العام 2003 وبالتالي فإن هذا الأمر سيجعله أي السوداني في لحظة ونقطة تصادم مع شركائه من قوى الفساد الحكومي إجراءات حكومة السوداني بعد الإقالات الجماعية لعدد من المسؤولين الحكوميين وهل هي عملية اشتثاث وتصفية حسابات كما يقول المراقبون مع خصوم الإطار التنسيق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها عدة تساؤلات هل إقالات السوداني الأخيرة لعدد من المسؤولين بتهمة الفساد هي إجراءات إصلاحية حقيقية أم تصفية حسابات ضد الخصوم السياسي وكيف سيحارب السوداني فساد الطبقة السياسية التي جاءت به لرئاسة الحكومة وهي المسؤولة عن مراكمة هذا الفساد خلال العشرين سنة الماضية وهل صحيح ما تسوقه الآلة الإعلامية للميليشيات من أن عهدا سيئا قد مضى وأن عهدا جديدا قد بدأ مع حكومة السودان ثم أليس هذا النظام الطائفي قائما ومؤسسا على الفساد وسينتهي ويتلاشى بانتهاء هذا الفساد ضيفات طاولة رافع الفلاح فاروق يوسف برنامج إصلاح ومكافحة للفساد طرحه السوداني منذ استلامه الحكومة الجديدة من حيث الشعارات لم يأتي بما يخالف الإصلاح المزعوم للكاظمي في الورقة البيضاء أو من سبقه من رؤساء الحكومات أما من حيث المضمون فإن السوداني توعد بمحاسبة الفاسدين وتطرق إلى السلاح المنفلت دون تحديد الأطراف المستهدفة الأمر الذي يشير إلى حملة حقيقية سيقوم بها السوداني لكن لأبعاد حزبية وفي خضم تصفية الحسابات فلا يختلف عراقيان أن السوداني يعمل تحت مظلة حزب الدعوة وكتل الإطار التنسيقي عموما كما أنه لا خلاف بأن أكثر من تورط بالفساد وأنشأ الميليشيات هي أحزاب الإطار بالدرجة الأولى فلا يمكن للسوداني أن يتصادم مع من وضعوه في هذا المنصب ليبقى المقصود بالفساد والسلاح المنفلت كل طرف دخل الإطار في خصومة معه ولا سيما في الفترة الأخيرة أحزاب الإطار التنسيقي بعد مخاضها العسير للانفراد بالسلطة واجهت تهديدا حقيقيا على مستوى الصراع المسلح مع التيار الصدري وكذلك خصومات سياسية ظهرت على الساحة في فترة حكم الكاظمي وهذه الخصومات ستهدد استقرار حكمها إذا لم يتم القضاء عليها بطريقة ما ولعل شعار مكافحة الفساد والسلاح المنفلت هو الذريعة ليبدأ الإطار في تصفية الحسابات مع خصومه بالسجن ومصادرة الأموال بعد فتح ملفات فسادهم وكذلك ربما تصل الأمور إلى تقليم أظافر الصدر عبر مصادرة سلاح ميليشياته أو في أقل تقدير تحجيمها وتقليص نفوذها الانفراد بالمشهد السياسي والأمني عن طريق القضاء على الخصوم سيناريو له موشرات واقعية وخصوصا أن زعماء الإطار بإعاز من إيران يتجهون إلى التهديئة الإقليمية والتوقف عن استفزاز دول الخليج ومن ناحية أخرى هناك رضا أمريكي عنهم يجسده دعم السفيرة الأمريكية لحكومة السوداني أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة فيما سمي بإصلاحات حكومة السودان بعد الإقالات الجماعية لمسؤولين حكومين ومدنيين بتهم الفساد ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف أهلا وسهلا بالضيفين دكتور رافع والستاذ فاروق أياكم الله أهلا بك دكتور رافع الحقيقة هناك تصوير وتسويق على أن عجلة الإصلاح قد انطلقت وبدأت السوداني الحقيقة بعد تمرير حكومته مباشرة أقال مسؤولين حكومين ومدنيين وشبكة تهريب نفط وضباط كبار وما إلى ذلك هل فعلا عجلة إصلاح أم القضية اشتثاث تصفية حسابات مع خصوم سياسيين كانوا حلفاء سابقين والآن خصوم سياسيين القضية لا إصلاح ولهم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الأستاذ فاروق دوسف الحقيقة هذه القضية ليس لها علاقة بأي شعار يطرح وسبق وان سمعنا شعارات كثيرة وتحت هذه الشعارات أو خلف هذه الشعارات تتشثت كثير من الرموز الشخصيات والأسماء الكثير وبدأ من عندما بدأ عام 2003 بعد الاحتلال بدأوا بشعار تصفية البعثيين والصداميين والدواعش والقاعدة وتحت هذه العناوين كثير والسنة والمعارضين والمعرفين والذين لا يؤمنوا الدمقراطية وصولا الآن إلى الفاسدين ما الفساد كل القوى التي الآن في الحكوم هي نفسها القوى التي بدأت في عام 2003 وما زالت قائمة وهي التي رعت الفساد وهي التي أزهر بأرضه بوجودهم هم اللي سقوا هم اللي كبروا هم اللي استفأتوا من عنده والشعب زاد فقرا وبطالة ومرضا وأذن وسوءا والوطن فقد كل سيادته واستقلاله وهذا وضع معروف يعني لا يحتاج إلى تكراره الحقيقة هذه القوى نفسها يعني ما الذي تبدل ما الذي يعني حصل لكي يتحدثوا عن الفساد وكأنه حالة جديدة يعني مثلما قبل حكومة أو مع بداية ترشيح السوداني ومسلسل ظهورة إلى الساحة بدأ الحديث يعني والموافقة عليه كرئيس الوزراء بدأ الحديث عن ما سمي بسرقة القرن وأنت تسمع سرقة القرن إذا هي مليارين ونصف من أموال الضرائب طيب ما احنا في العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سرقت ونهبت وذهبت في مشاريع وهمية وذهبت إلى جيوب كثيرين وكثير من هؤلاء القيادات الآن يمتلكون مليارات الدولارات هذه الأحزاب التي تسمي نفسها أحزاب وهي دكاكي ليست لها علاقة بالأحزاب بالعملية السياسية كلها جاءت فقيرة كلها لا تملك شيء الآن تملك الدنيا تملك موانئ وتملك أساطية وتملك طائرات وتملك تملك شركات طيران وتملك أرصد بالخارج وبنوق وكل شيء وتملك في العراق أراضي ومزارع وكل شيء والتجارة والاقتصاد كله بيدها طيب ما هو شكل الفساد؟ من الذي يسأل عن الفساد؟ ما هي نفس القوى التي الآن تحكم؟ هي الفاسدة هي المتهمة بالفساد وهي من خربة العراق هي المسؤولة عن كل الفساد الذي حصل ولديهم منافذ حدودية الآن شهريا تدر عليهم مليارات الدولارات لا حد يتحدث عن ذلك لكن يتحدثون عن هذه ومثل هذه جاءت قضية النفذ دكتور حتى يكون الحديث أيضا موضوعي الرجل تحدث أن هناك خطط في المستقبل للسيطرة على المنافذ الحدودية وعلى مكافحة الفساد الحقيقة عملية بدأت وهي مستمرة الحقيقة أنت تقيس على ذلك عندما تسأل نفسك هو من رشحها السوداني؟ نعم هذا من أين أتى؟ من أي رحم خرجه؟ ما هو خرج من رحم الميليشيات ورحم القوى التي دعمته التنسيقية وهي كل ميليشيات ووصلته؟ إذا تسمعني خلينا نأجل هذه النقطة أيضا حتى نناقش هل بإمكانه أن يحارب هذه القوى التي جاءت به إلى السلطة؟ مساء الخير أستاذ فاروق تحولي إلى لندن أهلا أهلا أستاذ ماجد الحقيقة المراقبين والناشطين والمدونين في حالة من التثبيط والتحبيط لرئيس الحكومة الجديد الذي بدأ للتوم محمد الشياع السوداني وأنه لا تنتظر شيئا حقيقيا من هذه الإجراءات التي جرت هي إجراءات ترقيعية والحقيقة تستهدف خصوما سياسيين لا علاقة لها بالإصلاح أو عجلة الإصلاح أو أي مشروع لعملية التقويم والإصلاح أنا تعتقد أن هذه الحقيقة ربما نظرة استباقية سوداوية تثبيط للرجل تحبيط له بدل أن يدعم ويساند؟ مساء الخير أهلا مساء النور أهلا أكون جيمة نورا أكون ضيفك الكريم اسمح لي أستاذ ماجد بتوضيح قبل الإجابة توضيح صغير يعني بالنسبة لي طبعا أنا أعتبر كل الحكومات التي جاءت وراء 2003 هي حكومات غير شرعية هذا موضوع آخر نسبيا وقياسا لما سمي بالديمقراطية العراقية هذه الحكومة أيضا هي غير شرعية لأن رئيس هذه الحكومة عين من قبل مجلس سواب غير شرعي ما جرى في العراق بعد انسحاب مقتدى الصدر هو أكبر عملية نصب واحتيال وتزوير لإرادة الشعب العراقي طبعا يعني لا أحد يدري هل مقتدى الصدر قد أجبره على ما فعل أم أنه باع الأصوات ولكن هذه تعتبر عملية غير شرعية على الإطلاق ولو حدث في أي جزء من العالم ما حدث في العراق لنقلبت الدنيا ولا اتخذ الغرب في مقدمته الولايات المتحدة موقفا مضادا ولا اعتبرت العملية كلها انقلابا على الديمقراطية وعلينا أن نذكر دائما أن هناك منصات إعلامية حتى هذه اللحظة تندد برئيس الرئيس السيسي في مصر وتسمي ما حدث انقلابا على الديمقراطية وعلى الشرعية لكن الصمت اللي في العراق اللي ووجه بشكل مبتقي الوضع والتحول اللي صار في العراق وبعد ذلك الترحيب الغربي إلى ما يفسره بالحقيقة هذه الحكومة هي الولاية الثالثة لنور المالكي وعلينا أن نتذكر دائما أن نور المالكي هو رئيس الوزراء في العراق الوحيد في العراق الجديد الذي استقبل استقبال الأبطال في قاعة الكونغرس ووقف أعضاء الكونغرس تصفيقا له وحياه الرئيس بورش وهو متبنى من قبل الإدارات الأمريكية هذا قبل أن يصبح رئيس قائد المقاومة والميليشيات منحته درع المقاومة الأول ولا ننسى هناك تواريخ يجب أن لا ننساها لا ننسى أن المالكي هو الذي وقع الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة المالكي في حقيقته طائفي وأكثر طائفية حتى من الإيرانيين لكنه في الولاياتين السابقتين لم يكن إيرانيا بحتا الآن وبعد ما حدث في الموصل وهزيمة الجيش العراقي في الموصل 2014 وهرب وهروب المالكي إلى إيران وعودته مسنودا من قبلها تحول المالكي إلى إيراني أكثر من الإيرانيين نحن حين نتحدث عن السوداني فالسوداني هو واجه للمالكي كل ما يصح كل ما يصح على المالكي يصح على السوداني باعتباره الواجه فلا يمكننا أن نصدق أي وعد من وعود السوداني مثلا على سبيل المثال ما كل رؤساء الوزراء السابقين من حيدر العبادي إلى الكاظمي إلى السوداني نفسه هم وعدوا بنفس الوعود واتخذوا نفس الإجراءات في بدايات حكمهم وماذا بعد؟ أبدا نعود كما يقال طبعا هذه جملة سياسية جاهزة يقال أنه عدنا إلى المربع الأول في الحقيقة العراق والعراقيين والوضع بالعراق لا يعود إلى المربع الأول بل هو لم يغادر المربع الأول على الإطلاق أشكرك دكتور رافع إشارة للنقطة التي حقيقة أثرتها قبل انتقالنا إلى ضيفنا في لندن أستاذ فاروق يوسف أن الحقيقة هذا السؤال كبير والكل يسأله وهو على يقين من الإجابة أنه كيف للسوداني سيحارب هذه الطبقة الفاسدة السياسية الفاسدة وهي من أتت به إلى السلطة والحقيقة أن القوى التي تسارده هي المسؤولة الحقيقة الأول عن مراكمة هذا الفساد ومستمرة بهذا الفساد ما هي أدواته؟ هل سيحارب يطلق النار على نفسه؟ هل سيطلق يشعل النيران في هذا الثوب الذي ألبسته هذه القوى؟ هذا السؤال كبير أشكركم أستاذ ماجد لذلك الحقيقة يعني كل من يقول أنه الشعارات التي رفعها والتي رددها محمد الشياء السوداني بعد التوليه أو قبل التوليه عند مواعدها أو الوعود التي قالها سمعناها أكثر من مرضى سمعها أهل العراق من كل الحكومات وكل رؤساء الحكومات الذين جاءوا بعد 2003 نفس الكلام نفس الوعود حصر السلاح تقوية الاقتصاد القضاء المعرف شنو الصناعة النهوض بالاقتصاد القضاء على الفساد لكن ما الذي حدث عشرين سنة نحن في مسلسل يعني تدوير لكل النفايات تدوير لكل هذا الضيم وهذا القهر إعادة تدويره وإعادة بهرشته وتقديمه للشعب العراقي ورمي على الشعب العراقي وليتحمل الشعب العراقي كل هذه المأساة وهم يجنون من وراء ذلك الثروات والأموال سمحني قاطعك في هذه النقطة دكتور سمحني على عجالة الآن ظرف العراق ليس الظرف الذي كان قبل سس سنوات ولا قبل عشر سنوات الآن هناك ثورة تشرين التي خرجت بمئات الآلاف الحقيقة هناك نقمة شعبية كبيرة جدا تحدثت عنها المسؤولة الأممية من أن الانفجار في الطريق ولن يوقفه أحد لذلك هناك من يعتقد أن الطبقة السياسية عليها أن تتعاطى بمقاربة برؤية بنظر مختلفة وإلا فإن الطوفان لن يستثنيها لن يستثني أحد منها نعم أستاذ ماجد تسألني عن قدرة التفكير نعم هناك الشعب تطور وعيه وتطور تفكيره تطور آلياته فهمه للواقع وبدأ يتحرك بشكل آخر ومقابل ذلك تسألني عن قوى حاكمة تسألني عن عقلها هل تطور عقلهم عقلهم لم يتطور رؤيتهم للأمور لم تتطور ورؤيتهم قاصرة وكسيحة ورؤيتهم تتعلق بقضيتين اليد التي ضاربة واليد التي تسرق بس أعتذر منك نتوسع بهذه النقطة بس لأنه أكو فاصل نتوقف عنده هذا الفاصل وبعد ذلك بعد الفاصل أخذ الوقت الكافي لشرح هذه النقطة بعد الفاصل نعود بعد الاستئذان من ضيفينا ومن المشاهدين الكرام نتوقف ثم نعود لنكمل النقاش برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم وما هي طريقة إدارة أعمالهم ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة تبحث الحلقة في حقيقة الإصلاحات التي يقوم بها السوداني وهل هي تصفية حسابات أم إصلاحات حقيقية ضيفات طاولة دكتور رافع وأستاذ فاروق جس دكتور رافع قبل الفاصل كان في نقطة بفضل استكملها الحقيقة عندما نتحدث وقلناها فكر هذه الطبقة الحاكمة للعراق منذ عام 2003 هي نفس طبعا نفس نفس الأحزاب نفس القوى نفس التوجهات نفس الرؤية كاملة هي أهم ونفسهم يعني يتبدلون هذا يجلس إلى الخلف هذا يتقدم إلى المقعد الأمامي لكن نفسهم حزب الدعوة ومعرف منه والمجلس الأعلى والتيار الصدري ونفس القوى ونفس القوى السنية العملية السياسية ونفس القوى الكردية بالعملية السياسية ونفس هذه القوى شيعية وسنية وكردية وهذه التركيبة اللي يعني وضع لها الإطار مالها بول بريمر يوم شكل مجلس الحكم ونفس القضية يتعاملون بها فبالتالي أن هذه القوى عندما يعني تنظر إلى تفكيرهم إلى رؤيتهم للحكوم طريقة الحكومة طريقة التصرف تجد أنهم يعني بعقول كسيحة برؤية كسيحة لا يهم يعتقدون أنه هذه الميليشيات التي يعني تقول أن الشعب تغير تغير رؤيته أيضا هم تغير عندهم شيء زادت أعداد الميليشيات عندهم زادت أعداد يعني العصابات التي لديه منتحت أمرهم لأنه زادت الأموال التي بيدهم يغدقون بها على الآخرين فزادت هاي حماياتهم وزادت ميليشياتهم فيعتقدون أن هذه الميليشيات قادرة أن تحميهم وقادرة أن تحمي نظامهم وما دامت إيران تسندهم وما دامت أمريكا راضية عن استمرار هذا المنهج فهم في أمان هكذا ينظرون أما الشعب يخرج في تظاهرة يخرج في ثورة خرج في ثورة تشرين قتلوا من عند ألف شعب وجرحوا ثلاثين ألف هم يعتقدون وقال لك طرف ثالث وطرف معرف منه ولا جيش يعني وهو يتحدثون عن جيش يأخذون من الموازنة أكثر من 25% من الموازنة للجيش والقوى الأمنية والقوى الأمنية والجيش وثورة استمرت شهرين وثلاثة وخمسة وعشرة يقولون أنه أكو طرف ثالث قتل للناس وإنتوا شنو ش تسوون ما حد يقول لك شنو ش يسوون ذول الجيش والشرطة ما حد يقول لك شنو ش يسوون القوى الأمنية طيب وين هم اللي قتلوهم ذول الطرف الثالث منه ما حد يتحدث عنه إذن هذه القوى الحاكمة لديها فكر هكذا يتوجه الشعب ممكن قمعه ممكن قتله ممكن ذبحه فبالتالي يتصرفون بهذه الطريقة السوداني من هذه الطبقة من هذا الرحم خرجه من هذا التكوين الفاسد هو لا هو يعتقد أنه ويرى هكذا وهو مقتنع تمام الاقتناع وكل القوى التي جاءت به تقول له واذهب في طريقة كن عن نحميك حققنا أمنياتنا بهذه الطريقة فلذلك هذه الوعود هذه الشعارات لا تسوي شيئا الآن نحارب الفساد ويخرج قائمة بمئة وسبعين واحد في لحظة واحدة يشتثهم اشتثاث بشكل قوي وانت تنظر ماذا يحصل هذا وانت تسأل نفسك طيب ما هي المعايير التي وضعت من عام 2003 لحد الآن لتبوئ هؤلاء المسؤولين اللي هم عسكرين وكلاء وزارات ومعرف منه ومحافظين ما هي المعايير التي وضعت لتبوئهم هذه المناصب لا معايير وبالتالي هذه القوى التي في العملية السياسية أهم قضية بينهم أنه ماكو ثقة لا توجد ثقة بينه كل هذه الأطراف هذه الأطراف كلها تشكك ببعضها وكلها تتصارع مع بعضها إذا موجدت الفرصة مناسبة للصراع لدفع الآخر والاستحواذ على مكتسباتها أو جزء من مكتسباتها سيفعلونا ذلك وهذا ما حصل يعني دخول التيار الصدري بهذه الطريقة وصراعاته يعني ربما الأستاذ فاروق تحدث عن بجلس النواب غير شرعي نعم غير شرعي هو غير شرعي لأنه 85% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات فمن شارك لا يتجاوز الـ 15% له 13% ومن هذه الـ 13% التيار الصدري نسحب فمن بقى بقى يعني قد نسبة البقت هذه لا تمثل الشعب لا تمثل العراقيين فبالتالي عندما ينتخبون حكومة هؤلاء الحكومة هذه لا تمثل الشعب وهؤلاء الذين يدعون أنهم ممثلين للشعب لا يمثلون للشعب فالكل غير شرعي فبالتالي وجود السودان اللي هو صنيع على المالكي وكان جزء منه وكان وزير وكان وكان نائب وكان محافظ وكان مسؤول لوزارات كثيرة وكان وكيل وزارة وكان يكبر وهو جزء من عنده الآن يحارب هذا الفساد بهذه الطريقة الفجه واشتث هؤلاء الناس بحجة محاربة الفساد هذه لعبة معروفة وتكررت كثيرا حتى ياد علاوي قال أن من يحكم الآن هو حزب الدعوة نعم أستاذ فاروق الحقيقة الآلة الإعلامية للميليشيات تسوق من أن عهدا سيئا قد مضى فاسدا هو حكومة الكاظمي وحقيقة يراد تحميل الكاظمي لوحده كل هذه يعني تبعات هذه المرحلة تراكمات السابقة وأن عهدا جديدا مزدهرا قد بدأ مع حكومة السوداني هل فعلا أكو فروق بين العهود بين هذه العهود بين حكومة سابقة وحكومة لاحقة كما تحاول الآلة الإعلامية الميليشيات تسويقا للرأي العام في العراق صحيح مضبوط الكلام هذا مضبوط الآن بالحقيقة المرحلة هي غير المرحلة ما قبل الكاظمي الكاظمي هو أشبه بالهدمة ولقد جئ بالرجل لأسباب كثيرة غير الأسباب التي أعلنت يعني هذه نفس الشعارات اللي الدكتور حكى عنها وهو رفاحها بأيام الأولى الإصلاح ومحاربة الفساد وكذا هذا كله كلام طارق وكلام طاضي بالحقيقة هو مرحلة هدمة جيئة بالرجل أنا شوية أختلف بقصة هل تعلمت ما يسمى بين قوسين الطبقة السياسية أم لا طبعا بالعراق لا توجد طبقة سياسية النظام الطائفي أصلا لا ينتج طبقة سياسية ينتج سلالية ينتج عصابات ينتج تحزب بالمعنى الضيق ولكن طبقة سياسية حقيقية لا توجد في العراق لا ينتجه النظام بدليل لبنان لبنان قديم جدا بالموضوع المحاصصة والنظام الطائفي لن ينتج طبقة سياسية حقيقية أيضا هم مجموعة شلال يعني وأصابات الآن بعد برحلة الكاظري اللي صورت لسنوات أعادت الأحزاب الطائفية وأحزاب المحاصصة عادت كل منظومتها بطريقة تعاملها مع الشعب الآن هي مختلفة جدا للمرحلة المرحلة السودانية نقطة أن هذه الأحزاب الطائفية أعادت أسلوبها أو تعاملها مع الشعب ممكن تشرح لنها شوية أكثر هي بالحقيقة أخذت على حين غرر كما يقال في تشرين صدمت يعني وطبعا حتى إحنا صدمنا أن الشعب العراقي يخرج بالملايين بالطريقة غير متوقعة هذه صدم بها الجميع بما فيه مقتدى الصدر أيضا اللي كان يعتبر على أساس أنه الأقرب للفقراء وهذه طبعا كذبة كبيرة يعني هم الفقراء جمهورة ويستخدموهم وقب ميريد وينيهمهم وقب ميريد يعني فصدمت جميع بالوقت التوقيت كان رهيب التوقيت عادل عبد المهدي كانت حكومة المفروض تتحول إلى حكومة ميليشيات في حكومة الحجد الشعبي ضرب هذا الأمل وضرب هذا التخطيط كله طبق السياسي وكاد النظام ينهار لازم نتذكر دائما أن مقدد الصدر ضربة تثورة تشرين يعني ضربة تثورة تشرين تظاهرات تشرين طبعا طبعا يبغي أن نتذكر دائما ما ننساها هاي أن سيد مقدد الصدر صاحب فضل كبير جدا على النظام هو هو الذي أبقى النظام وحفظه من السقوط كاد النظام أن يسقط لكن تدخل المقددة غير كل الخطط وصار القبع من الداخل من داخل على أساس منظومة الفقراء من داخل الفقراء القبع الحجد الشعبي سحب وانتون شارع لمقدد الصدر ومقدد الصدر ما قصر بالموضوع يعني أنها ثورة تشرين من داخلها النظام الآن بعد ثلاث سنوات الهدنة أنا أتسألك حتى من البتال عن النقطة لماذا مع كل هذه الإجراءات الحقيقة الجريئة أو القاسية التي قام بها السوداني في الأيام الأولى بإقالة مسؤولين فاسدين شبكة تهريب البصرة هناك ألوية هناك عمداء وأيضا إقالات لمدنيين لماذا لا ينظر لها على أنها البدايات لعهد جديد مختلف عن المرحلة السابقة بسبب الظرف الموجود في العراق والكثير من الرمال تحركت يجب أن لا يقاس الأمر على 2003 2010 2015 نعم هذا الكلام صحيح اللي تقوله النظام الطائفي يحتاج دائما لتغيير الواجهات يذهب 150 يجيبون 150 المية وخمسين الآخرين أسوأ من المية وخمسين اللي راحوا يعني هي شبكات تهريب شبكات تهريب النفط موجودة من 2005 إلى هسة الآن هي موجودة ومنتعشة ومن داخل وزارة النفط بالمناسبة يعني مو غريبة وحتى من داخل وزارة الدفاع وديرها أصابات الحز الشعبي يعني وهذا أمر معروف لكن تبديل الوجوه النظام الطائفي فقط يعمل على تبديل الوجوه حتى يشبع الجميع يعني هو بالمناسبة يعني بالعراق ما في شيء اسمه قانون وأنا أشك أشك بكل هذا الذي يعلن أنه حولوا إلى المحاكم والمحاكم حكمت والسجون استقبلت هذه كلها أنا أنا أشكك بيها لكن ما عندي ما عندي بالحقيقة وثائق لكن الوثيقة الوحيدة أنه هذا نظام كاذب نظام زائف نظام لا يملك الشرعية هذه هذه مشكلته فعودة إلى الطبقة السياسية الطبقة السياسية ما يسمى الطبقة السياسية لا وجد الطبقة السياسية في العراق أعادت الأحزاب وأعادت الميليشيات التذكير مجددا بطريقة تعاملها مع الشعب هذه وحدة النقطة الثانية والمهمة هي السنة الماضية التي قبضاها مقتد الصدر وهو يضحك على الناس يضحك على الشعب مشاريع وخطط والسعادة الوعي الوطني والعلاقة بإيران لازم تهدم هذه طوال هذه السنة استطاع مقدد الصدر الأليمية كل الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الشعب ضد النظام الآن الوضع جاهز الوضع مميع ذائب فهم الآن يستلمون السلطة بهدو وبراحة وبحد بالمناسبة كان المفروض الشعب يدخل لو أنه شرارة تشرين موجودة الآن في القلوب وفي الأدمغة كان على الشعب أن يتدخل ويتساءل عن مصير 73 مقعد هي بالحقيقة ليست مقاعد مقتد الصدر هي مقاعد الشعب هذه أصوات الشعب لأين ذهبت وليش ما يسمى بالإطار التنسيقي والزحم بين الميليشيات والأحزاب هذا كان المفروض يدخل لو أنه شرارة تشرين موجودة الحقيقة شرارة تشرين أطفئة واضح على الشعب العراقي أن يذهب إلى مكان آخر أن يفكر بطريقة أخرى غير التصادم الآن أي تصادم أي تصادم مع الأحزاب ستكون الميليشيات جاهزة وسيكون العنف أشد أشكرك واضح أستاذ فاروق شكرا دكتور رافع الحقيقة معهد كوينز الأمريكي في تقرير بعد تشكيل الحكومة يعني حذر هناك قدم يعني الحقيقة خوف وخشية من تأثير كبير للمالكي على رئيس الحكومة الجديد في العراق محمد الشياع السوداني ويدعلاه أيضا تحدث أن حزب الدعوة والسوداني الحقيقة واجهة للمالكي هذا فعلا هناك خوف أمريكي من تأثيرات المالكي على محمد الشياع السوداني المالكي ألم يتولى دورتين للحكم في العراق بتوافق أمريكي وإيراني لماذا الآن هناك مخاوف أو تحذير من تأثير المالكي على السودان داني فقط أستاذ ماجل أجيبك على هذا لكن داني فقط أقول لك عندما تدرس تاريخ العراق السياسي على الأقل من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 إلى عام 1958 نعم يعني 37 سنة هذه اللي مضت في إطار ما يسمى بالفترة الملكية كان لدينا أحزاب وكان لدينا شخص سياسيين كان لدينا فكر سياسي لكن لم تكن لدينا حياة سياسية بالمعنى الحقيقي بعد كل هذه الفترة وخاصة بعد 2003 ليس لدينا لا حياة سياسية ولا قوى سياسية هذا هذا يعني مؤمنين بي لاكو قوى سياسية لاكو فكر سياسي ولاكو أحزاب سياسية ولاكو قوى سياسية ولاكو حياة سياسية كذبة هذه حديث بالسياسة كذبة كبيرة وتصريفات معينة وتأتيهم جاهزة يتحدثوا بها هذه واحدة الثانية كل حديث أمريكي عن العراق أنا أعتبره حديث مخادر إذا كان يتحدث عن نقد للعراق الوضع في العراق من جاء بالوضع في العراق بهذا السوء وبهذا هي أمريكا وكل قواها أنا لا أستثني أحد كل مراكز دراسات وكل قواها وكل مفكرية ما يصمون مفكرية كل قواها العسكرية والاستخباراتية والمخابراتية والأمنية والصناعية اشتركت في هذه الجريمة التي حصلت في العراق وما زالت متبنية هذا المشروع ولا هي تعرف تعرف ماذا حصل في العراق لكن هي البعض يقول أنه ارتكبوا أخطاء أنا لا أعتقد أن أمريكا ارتكبت أخطاء في العراق أبدا ما حصل هو النموذج الذي أرادته أن يحصل في العراق أرادت أن تدمر العراق أرادت عراقا ضعيفا وأرادت أن تسلم العراق بالتخادم مع إيران إلى إيران ليكون وإيران هدفها الأساسي وهذا أساس التخادم الإيراني الأمريكي أن يكون العراق ضعيفا والعراق ضعيف والعراق دائما نكرر العراق ليس مثل أي بلد عربي آخر وليس مثل أي بلد في إقليمة العراق بموقع الجغرافي بموقع الاقتصادي بثرواته بثرواته الأهم اللي هي سكانه فكرة تاريخه حضارته كل هذه المكونات بما تحتوي أرضه من معادن وخيرات طبيعية وأرض صالحة للزراعة هذا كله يشكل حالة خاصة في المنطقة والإقليم هذا العراق يجب أن يكون ضعيفا ودائما ما كان العراق عندما يكون ضعيف تتمدد إيران وأمريكا تعرف هذا وأمريكا تعرف المالك جيدا وتعرف كل هؤلاء الشخص لديها لا أقول ملفات لكن لديها صورة واضحة عن كل القوى التي هي التي جاءت بها هذه كل القوى التي تحكم العراق الآن هي من جاءت بها أمريكا وهي من وافقت عليها ودائما كانت الحكومات تصل إلى مرحلة يتم التوافق الأمريكي الإيراني لقيام هذه الحكومة وهذه الحكومة الأخيرة نفس القضية لا يختلف لماذا قامت الحكومة بعد سنة من كل هذا ما سموه الانسداج السياسي الآن صار توافق أمريكي إيراني على قيام الحكومة أمريكا لديها مشكلة الآن اقتصادية في العالم هناك الحرب الروسية الأوكرانية وظرف اقتصادي صعب جداً في العالم هناك قضية الطاقة قضية الغذاء هناك مشكلة كبيرة فيجب أن يتدفق استمر تدفق النفط العراقي بالتأكيد ويجب أن تقوم حكومة وحكومة السودان يجب أن تقوم وإيران تريد أن تنهي هذه المشكلة بسرعة يعني إيران لديها أهم مشكلة داخلية ثورة داخلية شعبية تكبر في داخل إيران واستنفجر واستنفجر في وجوههم مهما حاولوا الآن الشعب الإيراني يخرج في كثير من المدن يعني قد لا ننظر لها بشكل واسع لكن هي واسعة وتأثيراتها عميقة استؤدي لها تغييرات كبيرة إيران الآن على كفع فريت الحقيقة في إيران تريد أن تخرص من وجه الرأس العراقي الآن تقيم هذه الحكومة لكي تتفرغ لواقعها الداخلي عدا الملف النووي يعني عدا قضية الملف النووي لكن هناك الملف الداخلي ملف الثورة فبالتالي تم توافق أمريكي إيراني على إقامة هذه الحكومة هم يعرفون أنه السوداني هذا واجهة للمالكي والمالكي هو ابنهم اختلف معهم فبالتالي هو سيوضع في العراق وبالتالي هو سيشيع الفساد سيشيع الطائفية وهذا لا يهمهم سيشيع الخراب ليخرب العراق ويزداد فساده ويزداد خرابه ويزداد المخدرات ويزداد شعبه هجرة وأمية وضحالة وعدم موجوده ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ ما جابه السفير الأمريكية راح تهنأت حكومة السوداني وجدت أم الأمم المتحدة هنأت السوداني وبريطانيا هنأت السوداني والجامعة العربية على ماذا؟ على ماذا هم يعرفون كل الوضع سيء وسيذهب إلى الأسوأ هم يعرفون هذا ويعرفون أنه كل الحديث عن شعارات الاصلاح والمعرفشين والمقومات والبناء واصلاح الاقتصاد كذبة كبيرة جدا جدا أشكرك والله شكرا أستأذن منكم ومن أيضا ضيفنا في لندن أستاذ فاروق ومن المشاهدين لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود إكمالي الجزء الثاني من نقاش هذه الحلقة من طاولة حوار من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في حقيقة إجراءات حكومة السودان هل هي إصلاحية أم اجتثاث وتصفية حساب مع الخصوم السياسين ضيفات طاولة رافع الفلاح وفاروق يسب أستاذ فاروق تعتقد السوداني مستعد لديه الجرأة والجسارة والشجاعة للمضيء بهذه الإجراءات حتى وإن طالت شركاءه في الإطار التنسيقي وحزب الدعوة القادم من حزب الدعوة راكة تتبسم ويصبح ويصبح رجلا وطنيا مستعد لديه الشجاعة الجرأة حتى وين عارضوه حتى وين عرقلوه لا يعني أضحك لأنه يعني نوع السؤال يعني يعني ما إحنا اتفقنا أو يعني تداولنا بالحوار أن الرجل هو واجه هو مجمد واجه للمالكي والحزب الدعوة قد يتمرد على حزبه دكتور أستاذ فاروق قد يتمرد على هذا الحزب يتمرد على القوى لدامة صحيح نعم سبقه في التمرد حيدر العبادي نعم المشكلة أن هذه الأحزاب الدينية نعم لا تتحمل التمرد يعني هي بو مثل الحزب الشيوعي حزب البعض الأحزاب المدنية الأحزاب الدينية تمرد بها شيء صعب ثم الشخصية الرجل الرجل مثل ما قال الدكتور أنه يعني الرجل تربى بعد 2003 تربى في السلطة تربى في الداخل النظام يعني وهو رجل حزب الدعوة داخل النظام هو رجل المالكي في مختلف المناصب يعني يعني ما الذي ينفعه مثلا بالمناسبة هو الأساس بالعراق المنفع أنت قلت شيء اسم الوعي السياسي نعم أو الوعي الوطني الوعي الوطني مرجع بالعراق مؤجن حتى أن البعض للأسف خارج العراق يتهمون الشعب العراقي كله بأنه فاقد للحزب الوطني طبعا هذا تعنيم غير صحيح لكن الغريب والبعيد يحكم على ما يجري يعني يعني يقولك أنه هذا شعب يعني ما يحدث إليه لا يمكن أن يحدث إذا كانت هناك ذرة من الوعي الوطني والخوف على الوطن على العراق يعني هذه الحقيقة بالنسبة لمنتسبي الأحزاب الدينية هذه غير موجودة الأحزاب الدينية لا تؤمن بالأوطان لا تؤمن بالوطن ولا تؤمن بالحقوق الإنسان ولا تؤمن بالوطنية يعني طبعا هذا يعني أنا أتكلم بالمطلق قد يكون هناك ناس منتسبي ناس منتسبي لهذه الأحزاب لديهم شعور وطني هذا صحيح هذا على المستوى الفردي لكن على المستوى الجباعي على المستوى المنطلقات النظرية لا نجد لشيء اسمه الوطن بالقصة وثم حزب التعوى بس كل التيارات أستاذ طارس معلي كل التيارات كل التيارات والكتذ تحمل مفردة الوطنية التيار الوطني الحزب الوطني كلام 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 مغسل كلام ما إلا معنى لازم نتعلم يا أخي بالسياسة أشياء إذا كنا يعني مثل ما قال الدكتور رافع بدون حياة سياسية لكن التجربة علمتنا مفردات سياسية علمتنا مصطلحات سياسية علمتنا كيف نخوط نفهم نفهم ما معنى السياسة ما معنى ما يحدث بالعراق مختلفات الوعي الوطني مفقود يعني السوداني لا يملك لا الشجاعة ولا الجرأ والغير مستعد لأن وما الوعي الوطني هو لا يملك الوعي الوطني يعني هو يخاف على العراق سوداني شنو علاقته هو أبي حزب الدعوة حزب الدعوة ما إلى علاقة بالعراق أصلا يعني كانت زبانات لما كنا شباب بالعراق كانوا يطلقون على جملة كاملة حزب الدعوة العميل فعلا عميل ما كنا نقترب أيامها يعني ليش ما حزب الدعوة الإسلامي طلع لا حزب الدعوة العميل صحيحة مضبوطة يا خبالهم علاقة يعني يعني أطيك بس مفردة واحدة فقط وهي معروفة للجميع يعني بس العراقيين ينسون هذا الرجل المالكي اللي هو زعيم أشكرك واضح أشكرك واضح شكرا جزيلا أشكرك الدكتور رافع الحقيقة هذا النظام في حقيقته هذا النظام الموجود في العراق هو نظام قائم ومؤسس على الفساد الحكومي يستمد وجوده حياته يتنفس من خلال هذا الفساد وإذا منتهى الفساد أو أنهي الفساد الحقيقة النظام سينتهي سيفقد ويلفظ أنفاسه الأخيرة تشخيص دقيق أم أنه متحامل كثيرا على هذا النظام على الرغم من سلبياته وأخطاء لكن هناك تحامل وإجحاف بحق هذا النظام أبدا هذا يعني وربما الوظف المخفف لهذا واقع الحال الحقيقة وأمريكا تصفهم هذه التي جاءت بهم تصفهم بهذا الشكل تقول أنه مجرد عصابة دخلوا إلى بنك مملوء بالنقود وبدأوا يسرقون من عنده هي تصفهم هكذا وهذا واقع الحال الحقيقة جاءت بمجموعة من اللصوص ومجموعة من الأفاقين وقالت لهم بلد بهذه الثروات وهذه دخلوا أسرقوا ما تشاء وحكموه بالشكل الذي تريدونه دعني فقط أقول لك يعني عندما هذا الإطار التنسيقي انتخب أو أو أصر على محمد الشياع السوداني كممثل له يعني برعاة ستبو الزراء أنا أسأل وأنت تسأل وأستاذ فاروق أسأل والكل يسأل لماذا يعني لماذا هذا الشخص دون غيره هل من المعقول أنه هذا الإطار التنسيقي هذا الميليشياوي الذي تصارع حتى مع التيار الصدري مع من يدعون أنهم شركائهم صارعوا في المنطقة الخضراء قتلوا ذبحوا من أجل العملية السياسية ومن أجل بقائهم ومن أجل سيطرتهم هل من المعقول أن يرشحوا شخصا يقف بالضد منهم هل ممكن أن يرشحوا شخص هم ممالين مثل ما يقال بالبغدادي ممالين يديهم من عنده دعم ليس منهم بالتالي هذا مرشحهم هذا يعرفون كل توجهاته واتفقوا معه على كل شيء واتفقوا معه على كل الخطوات وهو من يمثلهم فبالتالي هذا الرجل يمثل هذه الميليشيات القضية كلها هم يريدون أن يصلهم من عام 2003 من تشكيل الميليشيات ومرون بها يريدون أن يصلون إلى فترة حكم الميليشيات بشكل واضح كانوا يعكمون من وراء يعني واجهات معينة كاظمي ما أدري منه العبادية ما أعرف منه الآن حكم الميليشيات واضح؟ الآن حكم واضح الآن حكم واضح حكم الميليشيات واضح يعني عندما يرشح العصائب هذه الميليشيات التي تتهمها أمريكا بالأرهاب تتهمها بالأرهاب وتتهمها بكل الاتهامات وترشح وزراء وتجي السفيرة الأمريكية تهنئ رئيس الوزراء على هذه الحكومة أنت تضحك أم تبكي أم ماذا يعني هذا ضحك على عقول من يعني أمريكا التي تتهم جزء من هذه الحكومة جزء كبير من هذه الحكومة بأنهم إرهابين وتأتي السفير الأمريكي لكي تهنئ رئيس الوزراء على انتخابها وما هي المعايير التي وضعت الانتخاب أساساً لاختيار محمد الشياء السوداني ما هي المعايير وما هي المعايير اختيار هؤلاء الوزراء هل شاهدت في يوم ما مسرحية مثل التي حصلت في مجلس النواب بالأخير ما يسمى بمجلس النواب يعني عرضت الوزارة كلها لم يستغرق لتصويت عليهم ساعة أشكر أقول يعني بس ترجد اسماءهم يحتاج ساعة كلهم وافقوا عليهم بشكل واضح هذا يدلل على أن المطلوب هو أن تمشي هذه الحكومة وأن تكون واجهة لوضع فاسد ومخرب وأن تستمر العملية السياسية على سكتها هذا المطلوب أشكرك دكتور شكراً لدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي كما أشكر ضيفنا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف والذين كانوا معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله شكراً للمشاهدة